في هذه المرحلة التي تبلغ فيها الأوضاع في بلادنا غايتها من السوء والتردي والتخبط وتحيط بها المخاطر والأطمع من كل حدب وسوق مستهدفة الأراضي الليبية واستقلالها ومقدراتها والشعب الليبي وحريته وإرادته في هذه المرحلة التاريخية الحرجة يتطلع أبناء الشعب أن يرى الجميع وقد تعالوا هو سمو فوق الخلافات وحساسيات قد عطلت وحالت دون توحيد الصفوف وتجميع القوى وتوجيه الطاقات نحو الهدف الأسماء الذي يسعى إليه الجميع وهو الاستقرار وإعادة الشرعية ومراسة العمل السياسي بالأسالح بالسلمية البعيدة عن العنف والإرهاب والسعمال القوة لفرض الرأي على الآخرين إن الظروف التي تمر بها ليبيا تفرض علينا استجابة سريعة وحاسمة لمنع التدخل الخارجي وإهدار المال العام وسوء استعمال السلطة وقد أصبحت الفرصة سانحة بعد أن أصدر مجلس النواب القوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولضمان وحدة الوطن وتجنبا لتفتيته وعودة الفوضى فقد أصبح الطريق واضح لتعبر بلادنا أزمتها الراهنة إلى أفاق العمل البناء والاستقرار بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع ليختار الشعب رئيس الدولة ومن يمثله في السلطة التشريعية والمجالس المحلية فالاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة ويتطلع إلى أن يقدم الشعب الليبي درسا في الاحترام والرقي ويشارك بكثافة في الانتخابات والاتزامات بنتائجها فهي المخرج الوحيد لمنع تدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية وحيث أنني أستطيع تحمل المسؤولية بإذن الله فإنني أعلن ترشيح نفسي لرئاسة الدولة وأؤكد على احترام الإعلان الدستوري فهو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية وهو السند الشرعي لوجود الهيئة الحاكمة في الدولة وعند أحكامي تنزل السلطات جميعا ضمان استقلال القضاء وحصانته فهم الضمان ناني أساسيان لحماية الحقوق والحريات وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء نعمل على تجاوز الماضي وطيص صفحة الصراع وتطلع للمستقبل وإطلاق المسالحة الوطنية باحتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره واجبا شرعيا وأساسا لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف من وسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إخصاء وتحقيق رغبة المواطنين في الاستقرار وبناء الثقة وتخطيط المستقبل والسلام والأمن والنظام ورد الحقوق لأصحابها وجبر الظرر نسعى لإقامة نظام ديمقراطي يوفر الحرية والعدالة والمساوهات لجميع أفراد المجتمع من دون تمييز والمشاركة في الحياة السياسية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الذين يحافظون على ثوابة الموطن ويحترمون دستوره وقوانينه وكفالة الحرية وإقامة العدالة الاجتماعية والرغاء والرعاية الصحية والتعليم الجيد والدعم الاجتماعي والقضاء على البطالة وتحديث نظام المعاشات وتحسين الرعاية الصحية للمتقاعدين والمسنين تقديراً لما قدموا للوطن وتعويضاً للمعاناة التي لاقوها خلال العقود السابقة والحفاظ على الطابع المدني للدولة بناء مؤسسات الدولة هي المرحلة الأهم في بناء الوطن وغياب هذه المؤسسات يعني ترك الدولة في وضع المتخبط وتضيع الحقوق وتعود الفوضى وعليه سأكون حريصاً على توحيد المؤسسات ودعم قوات الأمن وضع آلية للمحاسبة والرقابة ونضع المصالح العليا للدولة ومصالح الفقراء والفئات المحتاجة بنظر الاحتبار ونؤكد على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في دوائر اتخاذ القرار وإفرز الكفاءة والقيادات من وعاء الأموة كلها وتقديس الحرية والديمقراطية واحترام القانون وتداول السلم للسلطة وتكافو الفرص ونحرص على حق المواطن في المعرفة وصدق ما يلقى إليه من معلومات وتشجيع المشاركة الشعبية في الحكم لبناء ليبيا وضمان قوتها واستقرارها واسترداد مكاناتها وعزها دعم القيادات الفكرية في البلاد من أجل تقديم توصيات ومقترحات ومشاريع إلى الحكومة حول السبول التنمية وأفضل الوسائل لمواجهة المشكلات ولوضع خطة اقتصادية واجتماعية وسياسية المستدامة في فترة قصيرة وتكون الحكومة حيث يكون المواطن لتقديم أفضل وأسرع الخدمات تطوير مؤسسات المجتمع المدني الذي له دور مهم في عملية التنمية لا يمكن تجاهله أو إخفاله ولأن له مفهوم التنمية المستدامة ذات البعد الإنساني لا تقوم إلا من مشاركة المجتمع المدني ومساهمته في عملية التنمية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني خلق سياسة خارجية مبنية على المصالح الوطني وعدم السماح بتدخل الخارجي في سؤون البلاد والاهتمام بتنمية الريف وخلق فرص عمل ما من دولة قامت إلا وكانت ركيزاتها الأساسية البنية التعليمية فالاستثمار في المغارد البشرية هو عظم استثمار وذلك بخلق أجيال على قدر كبير من العلم والوعي والعمل على إيجاد مدارس المستقبل التي تعلم كيفية التفكير وتحتمد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية ولا تقف عند تعليم المناهج وإنما تؤدي دورا اجتماعيا في حياة الطالب والبحث عن أفضل الأساتذة والحث على الانخراط في البحث والتطوير من أجل إصلاح التعليم سيحصل القطاع على أكبر احتمادات في موازنة العامة للدولة تنفيذ سياسات زراعية حديثة تضمن الاستغناء عن استيراد الحبوب واللحوم والفواكه والخضروات والحليب وغيرها تكفل الدولة التامين الصحي الشامل للمواطنين ورعاية صحته وتشجيع القطاع الخاص عبر الاستثمار في القطاع الصحي وإنشاء المراكز الطبية الحديثة وتوفير المخصصات المالية لضمان معايير موحدة للرعاية الصحية الاستمرار في بناء المشاريع الكبرى التي توفر مناطق سكنية جديدة مع طرق وسائل نقل حديثة وبنية تحتية قوية لتوفير السكن وبوجه خاص للشباب ورجال الجيش والأمن وذوي الدخول المنخفضة وضع استراتيجية تنوع مصدر الدخل وتحقيق أقصى فائدة واستثمار تنمويا من موارد النفط وترسيخ وتعظيم قيم العمل والكفاءة العمل بنظام المحافظات والبلديات صاحبة الحق في إدارة شؤون سكانها وتوظيف مواردها وما يخصص لها من الدخل العام ولها حق وضع الخطط والبرامج داخل حدودها الإدارية على أن توضع الميزانية على أساس المحافظات والبلديات ويلغى مركزة القرار المرأة هي نصف المجتمع يجب أن لا تغيب عن خدمته فهي شركة أخيها الرجل في المسؤولية فلا حق المشاركة السياسية وموارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولا الحق في بناء كيانات تخصها وتعمل على حماية حقوقها وتحقيق طموحاتها العمل على عودة النازحين والمهجرين وتمكين من استعادة ممتلكاتهم وحرياتهم في اختيار أماكن إقامتهم وعملهم وحماية الأرواح والممتلكات ومنع الاحتداء والإهانة مع التأكيد بأن الحق لصاحبه ولكن لا يصح إلا بالعرف السائد السائد في البلاد والالتجاء إلى القضاء وعدم استفاء الحق بالذات الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مجالات عمل لهم تتوافق مع قدراتهم وتوفر لهم العيش الكريم دولة ليبيا تفخر بشبابها وتدعم وتساند رؤاهم وتطلعاتهم وتحفيزهم على العمل والإبداع والإنتاج وترعم واهبهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وحقهم في التاهي والتطوير في الداخل والخارج مستفيدين من التجارب الناجحة للغير ولهم الأولوية في إدارة شؤونهم وتقلد المناصب الحكومية وبناء المجالس الشبابية والقضاء على الفراغ بانتهاج وسائل حديثة ومتدورة الاقتصاد يقوم على محاربة الفساد وتنشيط مختلف القطاعات وتوظيف الموارد البشرية وتهيلها وتطويرها من أجل بناء مجتمع تتساوى فيه الفرص وإعلان نهضة اقتصادية محتمدة على جهد أبناء الوطن وتشريعات مرنة تتيح أكثر مما تمنع وتشجع على الاستثمار والعمل في كل المجالات وتعمل المصارف على دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستراتيجية وتطوير المطارات والمواني وشبكات الطرق التعامل مع الإعلام على أنه شريك وسيلة للحوار في المجتمع والعمل على إصدار قانون تداول المعلومات لتمكين الإعلاميين من تقديم الحقيقة مما يؤدي إلى القضاء على الشائعات وبناء الثقة والصحافة الحرة غير المقيدة أمرا ضروريا لإبقاء المؤسسة الديمقراطية حية تؤدي وظيفتها ستظل ليبي عظيمة بشعبها ونحن لن نيأس ولن نتردد ونعرف قدر الوطن وسنظل نحافظ عليه ولن يخرجنا أحد من حبنا وإيماننا بالوطن وتفويت الفرصة على المتآمرين من تنفيذ مؤامراتهم عاشت ليبيا حرة أبية ذات سيادة وعزة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة